اشتركوا في القناة برنامج ضيف القلم الليلة اتحول الولاية نابل اللي مش يكون منها ضيف الليلة انتابعوا التقرير التالي ثم نشرع في الحوار مع ضيف هذه الحلقة ولاية نابل هي الوجهة التي قصدها برنامج ضيف القلم تعرف نابل بصناعاتها التقليدية وخاصة صناعة الخزف والتطريز وبالنقش على الحجارة في دار شعبان الفهري هذا فضلا عن اهم ما تتميز به الا وهي الشواطئ والفنادق الراقية ومنتجعات المياه المعدنية والاستشفاء بمياه البحر وعدد من المواقع التاريخية والاثرية المميزة هذا ما جعلها قطبا سياحيا متفردا خاصة منطقة الحمامات لكن مهما كان سحر المدينة وجمالها وجاذبية خصائصها الطبيعية فانه لا يمكن ان تخفي حجم الصعوبات التي تواجهها الطبقة الفقيرة خاصة وعامة الناس الذين حرموا من التمتع ولو بجزء من مداخيل الولاية وما تمثله على صعيد الاستثمار السياحي فمن يقترب اكثر من حياة الناس اليومية يقف على تناقض بين ما تعرف به الولاية من زاوية السياحة والصناعات التقليدية ومعاناة شريحة لا بأس بها من الناس التي تشكو العوز والفقر ضيفنا الليلة من ولاية نابل وتحديدا من الحمامات السيد محمد عبو نائب المجلس الوطني التأسيسي محام حقوقي وناشط سياسي كان عضوا بالمكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وعرف نجاحا كبيرا فيه شغل السيد محمد عبو خطة وزير مكلف بالإصلاح الإداري في أول حكومة بعد انتخابات 23 أكتوبر قبل أن يستقيل منها وخلال ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء 12 جوان 2013 تم الإعلان رسميا عن تأسيس حزب التيار الديمقراطي برئاسة محمد عبو الأمين العام السابق لحزب المؤتمر إذن كما شفتوا في التقرير ضيفنا الليلة هو سيموحمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي مرحبا بيك سيموحمد أهلا وسهلا سيموحمد رحبو بيك في برنامج ضيف القلم ومش يكون بطبيعة الحال جزء كبير من الحوار خاص بالملف الاجتماعي قبل ما نطرحه الملف السياسي نقطة الأولى تخص مدى اهتمام حزب التيار الديمقراطي اليوم بالملف الاجتماعي رغم حداثة وجوده في الساحة السياسية كحزب قطع النظر على الشخصيات الموجودة فيه طيب والحاجة نحب أن نوضح لي حزب طيار الديمقراطي منذ تأسيسه وعنده خط سياسي واضح وعنده وثيقة متهوية وخط سياسي هي شرط للاتحاق بالحزب وهي الأساس متى كل برنامج يزرع الحزب أو موقف يزرع الحزب في مبادئ عامة طبعا تتعلق بكون الحزب هو حزب اجتماعي ديمقراطي ما فيش حتى شك نعرفه الحزب الاجتماعية الديمقراطية هي التي تهتم بالجانب الاجتماعي فيما يتعلق بالطبع تضمن مسألة المبادرة الخاصة والملكية الخاصة إلى خيري خلافا لما هي وجود فيها أفكار أخرى ولكن تراك أن الدولة يكون عندها دور مهم جدا في المجال الاجتماعي تراك أن الدولة زد تسعى البحث لتوفير عفوا العدالة الاجتماعية وتراك أن الدولة يكون عندها دور تعديلي هذه الكلها طبعا من التصورات العامة للحزب في التفاصيل ما فيش حتى شك نحن اليوم رغم كل المعركة السياسية قاعدين نحاولوا نشطه أكثر من ممكن اللي جائنا بتاعنا على الساس كانوا تنهي البرنامج الانتخابي للحزب في نهاية ديسمبر طبعا اليوم نحن في المرحلة أو في الانتخابات الثانية معاش مسموح بشعارات عامة ومبادئ عامة الناس يحتاجوا أكثر تفاصيل ويحتاجوا برامج فيها أكثر دقة طبعا فما ربما نسخة تخرج ملخصة معناها للناس اللي متقراش برشة ولكن فما ناس ربما تتم أكثر موجودين في المجتمع يتموا أكثر تفاصيل وذوما يزمن بالفعل برامج تكون تفصيلية ودقيقة وقابلة للتطبيق في الجانب هذا نجح نقول لك كون مجالب الاجتماعي وتصورات معينة في هذا المجال هي اللي تعنينا أكثر من غيرها من معارك السياسية لكن سي محمد هذا يعنيك المصحيح وربما على مدى أجل لكن نحكيه عن اليوم عن الوضع الحالي خاصة وأنه المجال السياسي ابتلع الاجتماعي تقريبا شنية الموانا حسب رأيك اللي ما خلاتش الاهتمام بالملف الاجتماعي ياخذ حفظه لا كثير من المصعب خلينا نتفق الشي هو فما ساعة أثار الماضي ساعة الماضي ما قبل 14 واللي تعكر طبيعة الشام بعد 14 جانفي الأسباب معلومة 14 جانفي يرين الحريات وذي شيء يجابي جدا صارت ثورة ضد السبدياد وبالتالي يرين الحريات وناس مارسوا الحريات متاحة وحقوقها السياسية هذية جيدة جدا لكن على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي لا يوجد تطور يذكر فما مثلا تم طلبية صارت بعد الثورة الناس كل تحب تفك أكثر من تنجخ طبعا فما يقول مشروع أنا الحقيقة لا أقول مشروع أقول مفهوم ولكن ليس مشروع لأنه فما مراحل معينة الناس تعمل بعض تضحيات الكل يجب أن نعمل بعض تضحيات من أجل كون يتطول وضع البلاد ولكن الحقيقة ليس هذا اللي صار صار كون الحكومات اللي حكمت في سنة 2011 كانت في وضع سيئ عملت كثير من التنزولات فيما يتعلق بزيادة في وجور بما لا يتماشى معامكانية الدولة بزيادة في وجور بدون مراعاة مثل تتضخم والنعكسة سلبية لها تزيادة أحيانا بزيادة في الوجور دون العمل الأصلي والجدي واللي مفهوض كان نمشي فيه واللي هو التقليص في نسبة التضخم والتقليص في ولا تحكم في الأسعار وخاصة في القفة المواطن اللي كان يسمح للحكومة وقت تتفاوض مع أي طرف نقابي كما تقول لورانا قادينا الرخص ومثالي فميش داعي لنزيادة في الوجوه الحقيقة ما تعملت في الحكومات سنة 2011 والحكومة اللي جات بعد الحكومة لما بعد الانتخابات حاولت تنقص أو تاقف تتصدى لما سألت الضغوط بالقوة والتهديد اللي الحقيقة كانت تلميزة متع العلاقة بين الحاكم المحكوم بعد الثورة هذا صحيح تطورت من هذا الجانب ولا تقول رأو نجم نرفض ونقول ليه ما كيشنا مش نضروا الاقتصاد ولكن عملت زادة بعض التنازلات لكن سي محمد هنا كي جيوا رأو حتى بعض الخبراء الأجانب معناها استغرب كثيرا أكثر من 30 ألف اعتصام وإضراب كيفاش ممكن أنه يكون المردود على المستوى الاجتماعي إذا كان مثلا ماش ماكينة تخدم تعتبرشي أنه الاتحاد كان ممكن يقوم بدور أفضل من الدور اللي قام به إلى حد اليوم خلينا تفقوا نحنا ما لدينا نجمش نكونوا ضد الحقوق قبل نجمش قولوا الناس بالله يتنازلوا عن الحقوق ونطلبوا شبه و لكن نقول لهم كونوا عقلانيين اللي يسرقوا ماكو في السعودية ونطالبوا فيه مبعدنا لكل بشي يجي هو وعيلته اللي يجووا يحكم فيكم وبعد يتحملوا في تاب و الكلنا كتوانسا ببعدنا نتحمل وذي الخطاب الحقيقة بدنا به وقته في سنة 2012 نتحملوا مبعدنا تابعات الوضع ذاه ونمشيوا ليتغييره طبيعة الأشياء وفي نفس الوقت قولوا ما فهمش الزيادات فوقتها وصلوا الفكرة معينة حكومة والاتحاد اللي هي جزء من الزيادات اللي مطلوبة وتمت الزيادات هذية رغم للحقيقة كي تغزللها في تاريخ تونس أكثر الزيادات صارت هي بعد الثورة ومش بالضرورة على المستوى الاقتصادي العام كانت فيها إيجابيات ولكن الحقيقة كانت الحكومة في وضع ما يسمح ليش كونه تسكر نهائيا مسألة فتح الباب في الزيادات هذا في القطاع العام وخاصة في الوظيفة العمية لكن يتعلق بالقطاع الخاص القطاع الخاص الضره كثير من المصانع سكرناها من جراء التشدد رأني من يجدود الحقوق النقبية ولكن نقول روحيان أن التشدد وصلنا لتسكير كثير من المصانع فما تشدد آخر خلّى بكثير من الملاش خاص معاش نجم يستثمر في تونس فما رجاء العمال لا تنسى في أوقت ملوقات كانوا يشكيوا كانوا يجدوا نجد الحكوم وإيجا نفذ لي حكم من الحكام على القضاء أو إيجا خرج لي بعض الناس يمنعوا غيرهم كون يدخل المحلات العمل التي رأي ظهرة في سويقس على سبيل المثال وغير سويقس كانت ظهرة يعاني منها بعض رجاء العمال ولا حياتي المنتو ندي هذا الجانب الحكومي غلط لأنه ما زل مفهمش كون بعد ثورة طبيعا لأن الناس تحب تركب كما يقولون على الثورة أو لاحبش سعملها برشال عبارة أو بالأحرى خالينا نقول تحب تكون تنتهز أكثر ما يمكن من الفرص بشتطور القدم تعرف بعد ثورة بنهار أكثر النسبة متحرقان لإيطاليا وهجرة سرية صارت بعد ثورة بنها هذا كم سنف معين متوانسة غير معنية بمشاكلكم متنحبن عليه متنحيش وكل موجودين ونفهم وهم ومنعذرهم بشكل مليون مرة بل ميع مشروع سواء كان تونسي الجنسي ولا كان أجنبي هاي المدار فاش طبعا لنا ما نجمش اللوم على المجتمع ككل اللوم عليه فيديه أداة الدولة مش نقوله كون قمعي لا لا ماكون عادل تحمي حقوق الإنسان وفي نفس الوقت يطبق القوانين على كل من يمثل بالاقتصاد هذي تقار روح ليسو الحدث في سنة 2012 ولم يقال عمل به معناها ثم ضعف أداء في الحكومة هوا في شيء مثلا طبعا المعارضة لا يوجد حق بشي تلومها نحنا نجم لومها نحنا المعارضة لخارج بارضو بميش معارضة بارضو نجم لوم الحكومة اللي هي ما نفذتش قانون المعارضة ما جمش قوله يجنفذ علينا القانون وتجمش تعارك خاصمة لأنه ما تعملش معها بتطبيق القوانين مثلا معارضة نحكي لك اللي حرضت في وقت مرقاط على عتسامات الليوم تجبش تسمحروها مش حكي في الموضوع عدي أما المعارضة جدية نعتقدانة لميش قضيتها مش نطيحك خارج السنديق هذه المشروع مش قضيتي معارضة تحب تبني تحب تبني حتى كانت حب تطيح حركة النهضة فهو أمر مشروع فما اعتبارات أخلاقية نجم تكتب عليك حركة ومهما تكون حتى كان عندي إشكالية معاك هذه من ناحية من ناحية ثانية أنت تحكم اليوم في البلاد إذا بش نعرق لك راني ما نجمش نحكي غضو على الوطنيين لتوانسك وش نقول له طبعا كنا نعرق له في بن علي مثلا نعتقد كوني من التوانس اللي كانوا عاشين في الداخل ويرفع صوته على أن قدام التوانس الكل في قنواتنا نشفت قاوة الجلات نحاول نعرق بن علي اقتصادي نقول فيها عالنا مش فترك مقبولة في نظام بن علي وفي القدافي طبيعة الأشياء تفرض ايه قدافي وبن علي حسين بارك لكل مقبول معهم مقبول معهم حتى الحروب ودليل حتى كنا نكون ناشناديوا بالعنف غير ننادا بالعنف ومارس العنف وذلك على سارة الثورة وهرب نعلي لديك حالات ستنائية خد ساعة تشوف الناس يقولوا ما يقبل اقبل طبيعة الأشياء هذا الزام السبدادي متواصل قرون مشلث عشر وشل إسنايا بركي ما يتصوره ثورة جاد وجب معها الديمقراطية هذا رأي كنز كبير ياسر وصل الإسلاميين وانا عندي مشكلة مع الإسلاميين ووصل شوائين وانا عندي مشكلة مع شوائين نحترم السنديق ونعرض نفسي كبديل ونمشي كونه تتعمل الانتخابات نازيه وحقيقيا الحقيقة مش هدية المشينا فيه وبالتالي الجانب الاجتماعي الضر ما كون بقاء يحكي عليه بقاء يحكي عليه طرف معارض اليوم موجود في باردو في اتجاه معين تعمو زيدة هناك مشكلة في البلاسة الفولانية ومشكلة في البلاسة الفولانية ما هو الحلول المتاعك كيف يقع التحكم في غلال الأسعار في تونس فماش معارضين قاموا الكلمة نحنا في السابق على الأقل حكينا مع الحكومة في جانب مثلا أن يتعلق بالمشاريع الكبرى قلنا المشاريع الكبرى تكون فيما لجنة تابعة مجلس وزاري اللجنة هذه تعتي من رخصة البناء فما فوق من تغيير سبغة غراضي إلى أخير استثنائيا بتفويل مجلس السيسي في تار قانون لمدة سنة أو سنة ونصف المرحة الانتقالية هذية نعمل في استثناء في ظروف عادية ما يتعداش ما هو منطق اللي نقولك فيه بعض ثورة منطقية جدا قانون من النوع هذية كان ينجي مربحنا في 40-50 ألف موتو وشغل زيدين كان ينجي مربحنا في مداخيرة جديدة كان ينجي من أشتن بعض المدن وبعض المناطق في تونس ما بين الشمال والجنوب بالحقيقة برشة مشاريع تعطلت مجراء البيروقراطية اللي هي مفهومة مثلا تقول لي تغيير سبغة الأراضي نقول لك اللي عمله حتى كان نظام السبدادي هو تعمل في عام 89 مثلا القانون في عاد مرقبة لكن تعمل لي حماية الأراضي الفلاحية ويزمنا نحميل الأراضي الفلاحية أما بين حماية الأراضي الفلاحية وبين كون عرق البعض المشاريع اللي هي في حقيقة في أراضي بالاسم هي أراضي الفلاحية لكن عمليا ما يشقعدون في حتى ما توج منها اتخاذ القرار يأخذ عاميا في ظروف عادية في ظرف كما ذلك كان ممكن تجاوزه بكون قرار من مجلس وزاري تتخذ فيه كل القرارات قد حتم رخص البناء قالوا بعض موظفين ساعته وأثروا على رئيس الحكومة هذه مجيش طبعا مجيش خطر ما هو ثوري إنه مجموش كونه في منطق ثور بعد ثورة تجي المدة عام والعام ونص يعطي تتمثل مثلا نحن نقول لك الإنسان يحب يبني أو ينتقضي طرف الأخر ويقدم لهم مقترحات أما فكرة أنت المسؤول على كذا وانت المسؤول على كذا وانت المسؤول على كذا تحمل تبعات مرحلة كاملة سبخت معناها مجتبعات مرحلة بدون تحليل وبدون تقديم حلول ومعاوجود العرق المتعمدة الحقيقة تخلي صاحب التواجه في وضع سيء جدا من كونه ينجم يقول هاي الوطنية ولا غيرها الحقيقة من حبش الموزيدات ولكن على كل حال تتغير العقلية ويفهموا كونه اتخابات والسياسة ماشا على روحها إذا تحاوذ الديمقراطية في تونس خمم في حاجة واحدة يجب أن يتحسن وضع الاقتصادي التونسي للمواطن العادي وضع الاستماعي يجب أن يتحسن ما كان يشراوجين هاروس يكفروا الناس بهذه الديمقراطية اللي مجبت لهم كل وبال ويقول لك نحن شعب محب كل العساق قعد نعود فيها برش الكلمة المددية لنقاط نسمع فيهم برشة تونسة وإذا واصلنا في نفس النساق ما نشو نواصل قد ربي عندي ثيقة في تونس بشكل عام ولكن إذا واصلنا في نفس النساق هذا بعد عامية ثلاثة سنوات أتقى أغلبية التونسي ونهدونا بلا سبدال لكن سي محمد إذا ما يتحسن إجتماعية صحيح ثمم هذا مش موقف عامة الناس فحسب وإنه موقف عديد المحللين شاهدوا بعضنا هل تدخلين هل تدخلين هلما يعني أعتقد أنه هذه العربة الوحيدة اللي ربما هارب من الحصان التونسي إن صح القول هي عربة المسألة الاجتماعية مسألة الاجتماعية الآن هي آخر شيء يفكر فيه السياسيون في تونس للأسف الشديد وإذا ما فكروا فيه فإنه من باب المزايدات السياسية ومن باب إدخاله ضمن حلقة يعني التجاذبات الإيديولوجية والفكرية والسياسية في العموم المسألة الاجتماعية حارقة جدا لكن الحرقة متاحة لا وجودة ولا أثر لها في السياسة وفي خطب السياسيين مما جعلها ربما ورقة انتخابية قد تكون في المرحلة القادمة وهذا مؤصف أيضا لأنه معناها العبث واللعب السياسي بمقدرات الناس الحقيقة أنه الملف الاجتماعي بالنسبة للسياسيين إما أنه تم إهماله تماما والانشغال بالتجاذبات السياسية أو أنه في كثير من الأحيان يتم توظيف المآسي الاجتماعية وآلام الناس في عراق سياسي والحقيقة أنه المسؤولية تطلب اليوم أنه السياسيين يتصرفوا كائنات مسؤولة يبحثوا على الحلول الحقيقية لمشاكل الناس الاجتماعية اللي هي واحدة من أهم شعارات الثورة اللي ترفعت سي محمد كما شفت تدخل السيصال الحارثية وسيلة حبيب وعجيلة ثم نعمل الاتفاق على أنه هناك تباعد بين السياسي وبين الاجتماعي ما رأيك في اللي جاء في كلام لا هذا هو اللي قلت تقريبا أنا مش بعاد في الفكرة متاعنا المعركة السياسية اليوم عطلت أي إصلاح في الجانب الاجتماعي والاقتصادي هذه صحيح طبعا يتحملوا الوزر متعلقتها هذه الطرفين الطرف اللي قاعد مركز على المعركة السياسية دون سواها وليسعى حتى للعرق في الجانب الاقتصادي والاجتماعي على أقل الجزء منهم تعرف مرشح زيب رأي كانت ورأي سماية معينة اللي خسرتنا مليارات دينارات والطرف الحكومي اللي شي يشكي في الآخر وهو الجزء الدولة في ديه ومسؤول على تطبيق القوانين ويخرج يقول لك لا خسروني في مليارات دينارات خسركواك في مليارات دينارات رأي أحيانا تمارس القوة معناها الشرعية لمنع كل من يعكر الصفو ومنع كل من يضرب بالاقتصاد ويخرج على القوانين متع الدولة ديمقراطية رأي قوانين ومتي مؤمن على قوتهم متع شعب قوتهم متع شعب وحتى حرياتهم حتى حرياتهم خططوا كل من تكلموا عن القوت ربما ما تتفهم المسألة وكانوا الخطاب الأقديم اللي يقول لك القوت من الحريات لا 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 الحريات والقوت مع بعضهم ينجم ويتمسوا كان نمشينا في منطق الخروج على القوانين وفهم لا يسكروا الدولة يخافوا منها في عاد نظام للسبديل وطبيعة الشيء يتحى الدولة في وقت من الأوقات نحكى الدولة حتى على الجزاء فنوى عمل انتقام اللي يسيب البوليس واللي يعتدي واللي يسيب الوزير واللي يسيب الرئيس والمسألة هذه هي اللي قاعدة تنتشر في تونس وكان هذه هي الحرية لا يسيدي عمان هذه في الموما بعض عوية من زمان تول حرية تمارسها كما في سويسر ومحطة مشكلة هذه هي إذا ما تكون تونس في مقابل ذلك روفهم قواني برا جرب اللي تعمل فيه هنا في تونس كانك مقيم في الخارج ولا جربوا في الخارج روفهم يمنعوك بقوة القانون نفس الشيء لحشنا به هذا اللي فشت فيه الحكومة ليسو الحظ وهذا اللي يخلّها في وضع سيء ويخلّ الناس تجرّع عليها وهي أبيضها الحقيقة زادة روف عندما تخبي زادة توقت وقت جي واحد تقولوا بالله سمحني برا نمشي ونعملوا الرقابة الكافية على كل لحزاب السياسي حتى شخصيات سياسية رو مهم رو حركة نقل الأموال كارثة كان في عاد بن علي هي الفساد عائلته واجمعته محبّ يمسفهم حتى حد بعد بن علي رو الفراغة داي يمليوه ناس خلين على اليمين على الياسار يدخلطوا من يشو منس حزب كامل وطرف كامل لما في وسط كل أطراف تقشكون قاعد يستفيد على حركة النهضة أو على الحكومة أن تقوم بها بقاطة نظرة على كون أغلبية في حركة النهضة وتراقب أموال حركة النهضة بيدة ونداء وغيرها هذي هي اللي سؤال حد ما تعملش غيرها من المسال كان لابد أن زادها من الفرض لتطبيق القوانين بشكل جدي كان برشي قوانين ممكن تتعدى اللي يوم نحكيه مثلا على صندوق التعويض صندوق التعويض صندوق التعويض صحيح كون بن علي واستبداد وقدرته على التحكي في المجتمع وما نجمش يعمل تغييرات فيه هذي صحيح لكن كتجي لتوانسة بعد ثورة تقول لهم هذك ابن علي خطر خايف على منصبه ينجم يعمل حلول ترقيعية في كثير من الأشياء نحنا يا سيدي مش قضيتنا معناها الحلول الترقيعية نحنا منكم السعام لولادة الشعب التونسي ما ناش جايين على الدباب ولا في انقلاب فنجموا نقول لكم واصلحة تونس اليوم تقتضي كنعملوا بعض الاصلحات في الجينة بذية حتى يستفيد من التعويض الفقراء ما يستفيدوش منه لأغنية والطبقة المتوسطة التي تنجب تشير الخبزة بثمانية تتعمل المسال هذية هذا كلام به يا سي محمد جميع قبل التطبيق سمحني إذا تكون فما علاقة بتاع اتصال بالشكل المناسب اتصال جيد بالشكل المناسب بين حكومة والشعب هذا تره قايمين به السياسين توليوم الطبقة السياسية نحكي في شكل عام أنا خطب في موجه الحكومة حكومة تمثل طرف من أطرف السياسية لا سمحني عندها هي طرف قوي خطرة عندها الأجهزة بتاع الدولة ما عندها وسائل العلامة صحية لكن عندها الأجهزة بتاع الدولة هي تملكها فعلا يا سي محمد تملكها فعلا أجهزة لا تملكها جهزة إذا لم أملكته معناها الخلال فهية سمحني لا يجيش واحد يقولي الوضع سعيب يفهمينه الوضع سعيب تحب بعد قروم السبدال تقرحك في حسن وضع كنت تتحدث على فساد فساد موجود في أجلسة الدولة معناها إذا كانت تقول تملك أجلسة الدولة معناها راهي قضاء تعلمين لفات الفساد لا 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 لكن ما نجمتش سمحني لم ترد هذه الإرادة السياسية غابت وغز الموش من منتشر لهذه الدرجة التي تتسور لي معها تفاهمها تسلح تونس فما دول في العالم بالحق واحد يتساهل ينجم ويسلح ويسلح لا نتحدث عنهم نتحدث عن تونس فيها كثير من الفساد لا نفهم حتى أحد شك في الموضوع هذا أما قلناها الأول هي التي الدرجة لا تفاهمها تسلح لا فاهمها تسلح وحاجة أخرى أنت مكش حال حرب رو على كل الفاسدين معناها كل يغلط خدار أشو خمس آلاف كل يعمل مليارات لا نتحدث عن هذا أنت مركز قبل 14 في القضايا ذات الهمية الكبرى وفي رموز السبداد والفساد وبعد 14 طبعا ما عندك حتى تسامح ما عندك حتى هذه من نبدوم التفقية إذا مشيت بالعقلية هذية وكنت عادلا وفي نفس الوقت صارما ستسيطر بالمعنى الإيجابي يعني ستسيطر على المؤسسات بالمعنى الإيجابي يعني تكون فعلا تحكم لأن الحكومة تخذلها كل الأجهزة الإدارية جيش والشرطة والإدارة والآخر في العالم لكل هكذا تمشي الأمور ساعاتها ستكون حاكم فعلا أما تكون لك قادر على سلاح وتكون متردد وتكون أنت بيدك متقلق من بعض الأشياء وساعات تحب تستفيد حتى من النظام السابق في تصوراته مثلا مساء العلامة العمومية جي تقول والله عندي مشكلة ناس يكيدون لك حكومة اللي هو صحيح الحقيقة التلفزي التوصيف في وقت من الوقات بعض الموقفة متاحة مشتع صحفي الحرافي يا عندك حلولك ومش ندخل في تفاصيل حلولك معروفة حلولك هي طبق القواني يعني مثلا باختصار برا خرج تقارير اللي عندك تب دافع لبن علي ما عندي ما نعمله أما أخذي فلوس ما عندي بن علي يسيدي عندي قضايا متاعي وقتها عندك الوسائل متاعك مشتبعت الرموز متاع الناس يمقلقينك ضرب واحد منهم حاب يصلح بعد ثورة ما نجمش ألا غالب الناس كل تتحمل أخطاء ولا تتحمل تباعة الأخطاء متاحها سي محمد معناه القرار السياسي يبقى هو موضع النظر بالنسبة إلى المشهد الاجتماعي اليوم وإلا بسوء الحص زيادة في الأسعار زيادة على بعض الأداءات في معاليم بعض الخدمات وآخرها أنا كي نجي مثلا بالنسبة لأداء على هذا اللي نسمع فيها على الأقل أداء على خلاص الفينيات تقريب 25% هذا النقاش في قانون مالية 2014 مثلا ما خلطنا لوجه قانون مالية ما زلنا نقش فيها على مستوى الحكومة ونقش فيهم بعد في المجلس السيسيرا لو عنا شو ليتعادل شو ليتعادلاش واضح لكن هي ثم حويج اللي المواطن قاعد يحس به إنسان قاعد يحس به قاعدت زياد في معيشته وهذا خاض على قرار سياسي لا ما فيش حتى شك من المسألة متاع الزيادة في الأسعار بالحق مسألة اختيرة برشا أنا اللي اللوم فيها الحكومة الشي واحد بالأساس هي ضعف الرقابة في وقت من الأوقات خاصة في البداية بعد الثورة ذيك بشيط على روح الحكومة ذيك لكن الحكومة هذه اللي جات واللي منتخب واللي مبثق على الانتخابات كان من المفروض كانوا تفهم منذ البداية كان لابد من إجراء الرقابة المناسبة للتحكم في الأسعار تعرف قبل مشكلة الخضر تأخذ قرار مثلا عدم تزيير الخضر إلا بترخيص مثلا للشقيقة ليبيا القرار هذية طبعا الزر لكن التنفيذه ما كان ممكن لا ديوانة راقب في وقت من الوقات واتطور الأمر لكن في وقت من الوقات لا ديوانة راقب لا حرس يراقب في الحدود بالشكل المناسب ذلك لا يكثر التهريب وكيكثر التهريب بغلاية القفة متع المواطنة في تونس هذي من الأخطاء اللي صارت وقتها واللي قاعدنا نتحمله في تبيعات متاح الحقيقة هذه هي الإشكالية أما تقول لي اليوم الناقشوا اللي يستعمر في سيارة من الطبقة المتوسطة ولا خاصة مخاصة من الطبقة الغنية نحن الطبقة الغنية مؤشر مثلا من السيارة هو كان تكون مثلا فوق العشر خيول وفوق لحدش خيال مثلا على سبيل المثال هنا تقول لي هذا الشخص هذا بالذات هو تونسي طبعا إلى أخير لكن هل من الحق وهذا بشي يستفيد من صندوق التعويذ المنطق السليم لا إما لا شو الحل يوم ناس تحكي على ستة مليارات وواحد يحكي على ربع مليارات ونص وساعة تختلف الأرقام إلى أخير فيما يتعلق بجملة معناها الدعم الحكومي للمواد سواء المعاشية ولا البترول إلى أخير هذه الكل يقلق تقول لي شو الحلول الحلول هو كونه نقاو قوية معينة تخلي الدعم يمشي كما قلت لك معناها المسافدين منه مش لساحب العاشر خويل مثلا نحن لا نمشيوش بعيد نحن القارورة الغاز اللي يستفاد منها المواطن المفروض اللي هي مدعومة اليوم نلقاوها موضع استهلاك بالنسبة للتاكسيات مثلا على سبيل المثال هذه ظاهرة موجودة وهذا مشي نفسك أنت كمواطن مشي نفسك في النقوة متاعك وهذاك وقت اللي تلوج أنت على الزيادة فم حلول أخرى ليس هذه القرورة المفروضة كانت تمنع بالنظر المخاطر لكن فم حلول أخرى بتغيير المحركات بالتعاون مع وزارة النقل اللي هي بيدة ترخص في تغييرات هذه عند حرفيين موجودين في سفيقس لكن كان لابد أن الدولة تدخل في الموضوع هذه حتى في تكوين وتولي عنا ظاهرة وتولي من بعد لكيوز كزيدة هما بيدهم يتأقلموا مع الوضع الجديد تعدد كبير مصيرات تسعمل الغاز تكسيس لو كان قاء التسهيلات اللي تخليه يتوجه لاستهلك الغاز المخول له راه توجه له ملتجأش لقاروة الغاز معناها كل شي حتى هو مواطن يعيش في وسط المجتمع الحقيقة النقطة هذه بذات ترحت ولكن الوقت وزارة السناء عند رأي آخر وبرأ الحقيقة رأي ترحت المسألة فش ترحت ترحت في الغاء متعرفة اللي يستعملوا الغاز رأوا عندهم أداة معين يخلصوه فوق تثمت دينار تقريبا ترحت في تجيء الغاء المعلوم هذا تجيع للناس خاصا اللي يستعملوا سيارات هذية اللي يخدموا بها مثلا السيارات الوجرة تجيع لهم على كونه يتحولوا للغاز لكن طبعا رأي الوقت في وزارة السناء قال خلافة ذلك علما كونه في سنة 2011 بعد الثورة مدخيل الدولة تنسيل كلها التاكس هذية من الغاز مزوز ملايين دينار مزوز ملايين دينار وبالنسبة للميزاني الدولة حكاية فارم عند حتى مع الهج كان ممكن استغناء لها قبل ذلك في قبل الثورة كانت عشر ملايين دينار يعني ترحت أفكار من هذا القبيل الحقيقة رأوا من إشي من زيدة لحتى حد هذا رأي الحقيقة وقته تجهيع الناس على الوجوة لإستعمال الغاز ولكن كل واحد ورأي وعنده بهم مزيدة تصور آخر ولقام أخرى المثلة على درجة كبيرة من تعقيد مثلا نحكي لك لحد عنده عشر خيول ويستعمل خاص عليش يستفيد لش كيل فاش كيف ستراقب ونتجبش تقوله كيوز كهناء وكيوز كهناء ربما في وقت ملقاة نقول هذا قرار صعيب يسل الأزمة السياسية لا تسمح به لكن الواقع يبدأ النقاش بشكل جدي في الموضوع هذا يجي ونشوف ما نعمل يوم نحقق حقيقة الأسعار أنا حكيت على البترول كمثل نحقق طبيعة الأسعار ونعمل مساعدات للعائلات المعوزة ولا نجيو للمخابز مثلا نقول وفما حياة معينة هي الوحيدة التي توجد فيها المخابز اللي فاها الفرينة المدعومة أميزم رقابة إدارية صارمة وفاها عقوبات صارمة خطر تصير تجوزات في الحالة هذه وجربت في دول أخرى وساعتها سيستفيد بعض الناس في حياة ويفترض فيها حسب قرينة معينة اللي هي وضع ساكنيها بشكل عام هو سيء وهدمه هما اللي ياخذوا المدعوم وغيرها ما ياخذش المدعوم وعملين راهي بقات في ذهن حكاية 84 والمعركة ديكة والتي توفاه فيها توانسة والتي هي صحيح تمس القوط المواطن مثلا الخبز لكن معظمها رأي التخوف الأمني والسياسي أكثر منها حتى في زمن السبداد لا يوجد تجرى طار في نظام السبداد وقت يشغلوا الناس وقت يشغلوا الناس وقت يشغلوا دولة متاع الشخص يسرقوا ينها بالأخير وقت يشتولي عنا دولة أو نحلم ورغم لينا من حبش نزيد خط نعرف الوضع السياسي لا يسمح لكن وقت يشتولي عنا دولة تتحاور مع المواطنين نرى ما يشتلح في جيبي يجيونا تناقش ونعملوا في الدعم هذا يرى الضر الميزانية متاعنا رأنا قاعدين نصرف وأكثر من إمكانياتنا وفي نهاية المطاف أنت كتصارح عموم المجتمع من ناحية وكيكون ثم إرادة صحيحة من أجل تحقيق حد أدنى من العدل الاجتماعي بين نسكن معناها هيك التفاوت اللي عمال ميزيد بينطبقة قاعدة تثرة بشكل مهول وبينطبقة قاعدة ترجع التالي التفاوت هذا عمال ميزيد سي محمد اسمعنا بعض الناس يقولوا على مستوى العلاقة بين السياسي والاجتماعي يعني ثم ناس قالت اجتماعي مش آخر اهتمامات أهل السياسة وإنما ما هوش مطروح جملة بالنسبة المشاغل السياسية نتابعوا واشقالوا بعض الناس حول الملف الاجتماعي ثم نواصل للحوال كيفاش تشوف تعامل السياسي مع الملف الاجتماعي هو تعامل سطحي جدا وما فيه حتى أبعاد وما عندهم حتى أهداف وبالتالي اللي هين بحواية جانبية هاميشية أكثر من يتلهي بالمواضيع اللي تمس المواطن في العمو ما همش قاسين يخدموا في حد شي قاسين يخدموا في مصالحهم ويخدموا ويتعاركوا على الكراسي واللي هاذا يج بدللوا وما عاملين حد شي في وسط البلد بوان اللي نجي من قولهول كل الحكومة اللي جيت طعم معت الناس أعطتها توتن دوسي كمبلي فيه مش نعمل سياسيا مع الملف الاجتماعي ما تبدل حتى شي كل واحد له في نوره كل فول له في نوره ورجعنا للسياسة القديمة ما فهم شي شي ما تبدل يا ولدي تو نشوفها منها ضعف ضعفة ضعفة في السياسة وأداء معناها ضعيف جدا 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 والكل ملوجوا على الكراسي فهم نكران الجميل أتم معنا الكلمة فهمتني تلهوا بالأمور السياسية وسيبوا الأمور وليش بش نقولك بالنسبة للساسيين حسب مخيان وحسب تفكيري هذا كربا كونفور وليه هذا فيلا وليه هذا دار وليه هذا كونف البانكة وياكل أحسن ماكل وما يهموش في كيلو العلو شفهم دي بعشرين ألف وما يهموش في الخبز الله وعلم قداش وما يهموش في البطاطا وفي الزوالي نشوف الملف هذا اللي برشة سياسيين نعرش هنا ما حكوش على الملف هذا كما معناك كيف ما يلزم والله بالنسبة لي أنا قاعد ما نشوفي شي ما زال الدنيا داخل بعضها وما زالت نجم تقول معنا فما طلبات ما تنافذتش وإن شاء الله يحصل كان الخير اللي يعكموا أنا مقصرين برشة في أمور الاجتماعية الناس بتعاني غلال معيشة الشباب بتو منها عازف لابقى يجم يعرس لابقى يجم حتى قرأة تولت بالفلوس تقول لك التعليم مجاني ما عاش مجاني التعليم ما نشوف حتى تعامل بالنسبة لي أنا ما نشوف حتى تعامل السياسيين اللي هين في الواح هم المجتمع هزروحوا واحدة واحدة السياسيين بسيفو عاما فشلوا كل فشلوا الله خل لو كان احنا عملنا ثورة على خاطر باش يجونا هشدونا الكراسي راح نمعمل نهاشة الثورة نحس من تعاملوا مع السياسي معناتها مع الكراسي وال ما نضمش معناتها هدف معين للشعب الملف هذي هو ملف نقوله ملف الساعة وملف تلمون السياسيين تلهاو في الكراسي أنا نشوف من حد معناها من بانده ذي متاعي ومن كه شابة تونسية ونعيش في معناها ونشوف الحالات الاجتماعية نشوفهم وهمش لهم بهم بالكل والله فما السياسيين يحاولوا بشي حصنوا الأوضاع فما السياسيين كونتر ذلك الوضع متاعنا مازال ما تبدلش كنتمشي انت وتشوف برشا ماناتة أخرين تشوف الفقر تشوف الميزيريا اللي عايشين فيها بالرسمي تشوف عبيد مشلقية تكل دونك ما نشوف في تغيير كبير رئيس رقاموا به اللي في الحكومة دونك ييفيقوا على وضعهم سينا يمشي يمشي يخليوا فرصة لغيرهم سي محمد سمعت تدخلات لعبات أنا السؤالي مش يكون مدق أكثر وصفة عضو في المجلس والتأسيسي سابقا سابقا سنوه حظ ما معنا سابقا سمعت سقلت سقلت مجلس تأسيسي سقلت مجلس تأسيسي دوري وقايمة مجيبة وتخدم ولكن فمش بكانين لرجوع طبيعا بعد الاستقال معناها هذك عليش يظن بعض العباد أنك لازلت موجود في المجلس الوطني التأسيسي على قل تطلاح المعلومات حتى لا أجمع بين الوظيفتين هذا معناها بش نفهم أنه أنتي بالنسبة لك الإسهم يكون من خارج المجلس الوطني التأسيسي ليس من داخله ومع ذلك نعيش بالسؤال سؤال تالي ما هو حظ الملف الاجتماعي من أهتمامات المجلس الوطني التأسيسي حتى تقديرك المجلس بالضبط هو سمحني أنا كنت نلوم عن ناس تحكي السياسي وناس الاجتماعي لكن هذا هو بالضبط اليوم مثلا فيما معركة من أجل تقليم الأظافر المجلس تقليلوا معندو حتى قانون طبعا الغايات الدفينة حسب ما الداعي هنا ونأعتقد كونه صحيح هو قانون العدال انتقالي وقانون تحسين هذا قال قوانين الأخرى يجب المجلس الوطني بقى نظر الدصول يجب في مدة زمنية قصيرة حالما يرجع بقية النواب المساحبين يكمل ينظر في مشاريع قوانين أخرى فيها قوانين عندها علاقة ساعة القانون مالية ساعة القريب يجب من ناقش الميزاني بتعلم هذه مسألة ضرورية وفما قوانين أخرى تتعمل وفما قوانين أخرى ممكن تتعمل عندها علاقة بكل ما يخص الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي كما تتعلم القريب فما قانون يتحدى حتى صندوق البطالة على سبيل المثال لم يتم تحل مشكلة العاطلين على العمل لأن المدخيل التي تصورها القانون هذه أقل بكثير من تحل عدد مشاكل العاطلين لهم مثلا 650,000 تقريبا أو 600,000 فما لا يوجد حلوب معنى جذرية فما قانون على الأقل يحل مشكلة التي تتعلم المددى على البطال على الأقل بمبالغ ما لي معقول وين الغذائم موجود في المجلس الاساسيسي اليوم وغيره من القوانين المجلس الاساسيسي عنده دوره سيواصيله إن شاء الله حتى يولي عندنا مجلس الشريع آخر معناها في تار الانتخابات الجاة وفي الدور هذه طبعا وجوز من القوانين مش كونوا عند علاقة بالجانب الاجتماع والجانب الاقتصادي أكيد لكن محمد هنا خاطر وظيفة المجلس الوطني التأسيسي كانت الناس مأملة ياسر لكن قاو ثم خيبة ظن كبيرة بحيث أنه كينه حتى المجلس الوطني التأسيسي ما كانش في مستوى انتظارات عموم الناس ما نقولش خصوصا ما كانش في انتظارات الزوالي والعياش والطبقة المتوسطة إلى غير ذلك قدر ما تبقى في وضع خول الناس تطلع في المجتمع وخول الناس أخرى تزيد تثرة أحيانا بدون وجه المشروع هذا هو المشكل المطروح بالنسبة لعموم الناس في واقع الأمر نعم منزد يرؤوهم يشاه في تجاه معين ماذا بينا نعدل والالتجاه السحيال حقيقة أنا بدي شاركت في حملة انتخابية كيف شارك وليسخرين للأخير سيكون نرجع لتسجيلات يقاني نقول الناصر ومشاكل تونس ومشاكل في العام هذا لو عدنا بتشغيل هذا موجود نعم موجود نحن نحن واضح خطابنا كل ما يبدلنا فيديو يقى ركز على جوانب معين اخفر السلطة القوانين مع الحفاظ على الحرية متاعنا حكينا عن المحاسبة صحيح حكينا عن مقاومة فساد صحيح فما شاء تجاوزنا اكيد او عملنا من نجمنا نعم له صحيح لكن موعدنا حتى حد كون قلنا لهم سنار أو عم الحلول في المثال التشغيل اما قلنا لهم وقت نخلق نوع من الاستقرار في البلاد هذا يشجع الناس على استثمار وهذا طبعا يقلص البطالة هل حصل هذا ام لا طبعا حصل جزئي وغيرنا نحن عرق الوضع العام في تونس بالاعتصامات وبالتحريض على الاعتصامات طبعا لشيء كأنه هذا ما سمح نحق الحلم يقول نحن رغم عمرنا موعدنا لقلنا 10,000 100,000 150,000 400,000 بشكل المسائل الواضحة طبعا تقول لي فما ناس تصور تقول مجرسي أنا ديما نذكر راجل اقتصاد معناها سيجويني ذهولي تكلم مرة في التلفز وذهولي كانوا يتبناها الفكرة ولكن لم يحبش حرائش قال فما شكون يقول قال كنغزل التونسي نقول هذي من نجمش عمل نسبة نمو 6% و7% نقول هذي من نجمش فو 3% أو 3.5% لنحبش نقول كنغزل ولكن نقول وقعنا كون الناس أقل من تجي من الغير وقعنا أتوا في هذه اللحظة ثم منطق منطق تهازية شوية ظهر قبل الثورة في حياة المجتمع ككل يبدأ عاش في تونس وفهم جزء من الثوانس حتى لو عام وانتشر برشا بعد الثورة وليت في أعلى مستوى سوى يشارك في الثورة إراء حقيته أكثر إراء تقفل الساق المنطقة لا يحدث بالطبع فهو يسمع أكلم يقول ما في الحكومة لم تنزلت بالمناسبة وقت في الحكومة أنا بريء من ما وقت في الحكومة كنت من دعاة حكومة تعمل حركة معينة تعبر فيها على كون هي تتخشف تعرف الذي يرجع تسجيل يقاني أنا لحكيت على كون الوزراء يتبرعون 20% من أجور أنا كنت في الوزراء راني كنت أتبرع 20% من أجري ورأس رئيس الحكومة يقول راني أتبرع نفس الشيء سار في المجلس الساسيسي أنا معاك ونوزراء ونوزراء وكل يخرص مليح في مرحلة انتقالية بالنظل الوضع صعيب تمنينا وقت بش خطاب نادي يتعدى ويقبل المجتمع كون نبدأ بروحنا أنا وفي المجلس زادة غلط وقت السيد رئيس المجلس قال نواب يزمي مرتاحين نزيدهم أنا بدي معاك يزمي مرتاحة لا لا معناها النواب بعبارة أخرى أنا لا مرحب في ظروف عادية نقول لك كلمه صحيح هم عليش في ظروف عادية نحكيوها عن مرحلة انتقالية نحكيوها 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 تبلغ راسي لم تتقش حتى المسور ريسر بالمناسبة بش يكون الحديث على الأقل ركب على بعضه بش ما يبقاش نظري في إطار العلاقة بما يعيشه بعض التونسين ما نعممش بش نوريك الحالات هذية ثم نواصله مرضي عندي بيزيتيف ربي إن شاء الله يتعمل عم يعني كامل حتى حتى حجر دار تحت الصفر حتي هانا الرازل لله في سبير الله هانا نعيشه متابونة نحمخ بزات التهزم بنيتي تبيح نقعد اللم هكا بالمسالحكا مجيتوا على غفلة وريتوني نطلبوا شويمين مجيرين أخوي ذو مجيرين ساعة وبيني وبينكم ربي كان هموا الزر متفاهمين هونوا يعطونا كان الزر تلاكش وتزر فبعض يقول هكي تلو الخيط الميل الله يرحم والدك ووالدين الدور الكل يعتوا فينا في شويمين حطوا فيه في البراميل أوليدي لا مهنة ولاحد برك يخدم علينا هذا كفو لا عندي شكون يخدم عندي زوز يوليدات يقرو واحد في الليسي والاخر في الخابة الخامس وحنا بنيتين نحميل هالخبازة تهزت بيهم وتجيب لنا اللي كتب من عند ربي احنا طالبين من الدولة متاعنا ويرحم والديهم ويكسر خيرهم يعملون نمسيقنا الرب خنعيشوا كيفو عقاب العمر كيف الناس على الأقل حتى دويري بارك نكنوا فيها روساطنا كان يبجاه ربي يهجزنا هالراجل ومش نبش مو مش نعملوا وقيتوهم هاو سمى ربي من فوق يقولوا يطام اللوتة برصحيحكم برعيشكم عونوني راني حتى الأخري حتى ناكل حواجها ونفرش وفريش حتى يكونوا نتسبل لكاك حاشاك مكلاب يطب علي جاجي طب علي متاع الزيران يالباب هاو نمتاك لقيت باش حط الركبة وباش نسد على روحي الحاب نقول عونوني الحاب نقول يعطوني دووني حاب يقول يعطوني غطي وفريش حاب يقول الاخري يعملوا لي حتى الشهرية الاخري يعملوا هالي تقيني عادي تقريب خمسة عشر سنوات أو لانا كباش بديتها واحفرشها بالفاس والبيوش والبالا ونجهره ونبني مالا كباش قعدت يجي عشرين يوم وني نحفر به هذي نباس لبر ونحفر لداخل ثم نباس تحت الصدرات معادي ما نصرف نخدفوا شوي فحام نصرف منهم راضي عايش مالا مدينك ملاعة هالي لله واسكن ما يكلمني حد من راضي ها مالش بي مرضاش ما يكلمني حد لهنه الحق علىك أهل ماليه الوطاع وملاهم بش يكلمني قد ما تقود على روحك لا نعيش وأعز عيش هنا نعندي كناية والمساطيس عيش عاكيف وبيت ما دكتور الساكل اللي بس علي ولا مطر لها حد شي مخش لي شي حتى المين مخش لي شي عيش نحن نعتقدر لكل حال كون نابر كما غيرها من الولايات لنجبة حسن وضحها وقت تولي عنها قدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب نحن كمثال بسيط برشا لو فرضنا تطبق قرار في السابق قررنا مناش في الوضعية هدية المرأة اللي تقول نحب دار ووضحها ووضح لواسية جدا ولا سيد ونساك رغم لهو أراضي نحن نحن ما نرضو لوش قرر ايش ما عمد قررنا 2012 اللي هو 30 ألف مسكن اجتماعي اللي يمشي للناس اللي بحق تسحق أكثر من غيرها طبعا وقت القينا اشكالية نقول وقت القينا خطر الوقت ذاكي في البداية كنت موجود في الطرف الحكومي وقت القينا اشكالية متاع قائمة قائمة البيانات اللي تعلق بنهية لعالية المعوزة الحقيقة لا نشوش نعتمد وليخالها نظام بلعلي لسبب بسيط قائم عن فساد وعلى رشوة العمدة وغير الحقيقة كان يمكن تكوين لجان هذا هو هو الحقيقة هو رو صدر القرار ولكن للحظة هذه متفدش للحظة أنا معك في رفيدة تتاش معنى ما زالت العباء التجم تستنع فما شوية بوترة لا لا صدر القرار تسمحني مش فيما يخص المساكن فيما يسألت كونوا تتعمل دراسة بش تتبدأ عنها بعض دوني للعائلات المعوزة أكثر من غيرة خاصة أن الدولة اليوم تحتاجة أكثر ما يمكن للموضوع هذا والمواضيع أخرى تعرف الدولة تعطي تقريب 200 ألف تقريبا وأكثر تعطي فهم مساعدات 110 دينارات هذه الفلوس بتاع الشعب يجب أن تتعطيها اللي يسحق أكثر من غيره وحيانا تمشي اللي ما يستحقهش وعندك الدفاتر متاع العلاج دفاتر البيضاء كيف كيو إذا تمشي الناس يستحقوها لك فهم اللي ما يستحقش وعندك اليوم موضوع حساس جيدا اللي هو المساكل الاجتماعي يجب أن تتعطيها فعلا اللي يسحقها أكثر من غيره حتى لو فرضنا 30 ألف ودوما توزعه واتضح لأن نحن عنا أكثر حاجات من 30 ألف على الأقل يأخذوها لأكثر حاجات من غيرهم هل حصل معناها سوء حص التدبير في الموضوع هذا ما نحن نتأكد الحقيقة الرقام القديمة لأيقع الاعتماد عليه الرقام الجديدة لا أعمل بشكل مناسب لأن تتعطي عنها قائعة البيانات ثلاثة على المستوى للمعتمديات الولايات صارت بعض تجاوزات مثلا واحد يقول لك في الولايات الفلانية ولا يبارك أنا سمعت مثلا صار فيها تجاوز والله يمعتمد دعطاء لحزب سياسي معين ما هي الغلطة هذه على 204 معتمدية الغلطة هذه تخلي الناس تفقد مصدقيتها أو تخلي سامحني المؤسل كلها تفقد مصدقيتها تفقد مصدقيتها تفقد مصدقيتها نحن اللي همنا هم رسالة عبدأهل التونسي لا يوجد الحلم لشكل ناس كل عام أما منعتي كان يسحق أكثر من الغير وحتى كان كلهم مستحقين أما خليك من هذية أنت كحكومة لا يوجد أن تأتي وقال لي والله يا الله أغلب غضغتوا علي الشارع والمعارضة والصحافة كم الأخدم على روحك وخرج التونس وقال لهم أن تبيع أنا بشنعمل 30 ألف مسكن وما تصوتوا ليش أنت خبت جاي سعب المناسب يصوتون لكم أما خلاهم يسيدي ما يصوتوا لك لا يجب أن تكون ملهوف على السلطة تحب تردي الناس كل تحب تردي الناس كل لأنك في الأخير متربحت شي وحاجة أخرى يسيدي برأ ربحت أنت هكذا ريت البلاد هذا اللي كان ناقص في الحكومة في سنة 2012 أنا في بلاصتهم لو جاء عندي القرار نمشي مدار الاقتصادية لهذا المشروع ولا هاي المدار التقنية يحكم أي شي المهم أنا عندي قدرات يسيدي بعد شي جاوبك نبدأ واثق من روح نقلتنا مباشرة للملف السياسي الحديث السياسي مديره هو يخص الاجتماعي لكن عنده علاقة بالسياسي وكاليش نقلنا السؤال التالي هنا هل أنه من بين الأسباب الرئيسية اللي خلاتك تغادر الحكومة وتستقيل من منصب الوزير المكلف بالإصلاح الإداري هو الشيء اللي قاعد تحكي فيه ننتقلوا بالسؤال هذية لحديث السياسي هل هو سبب المباشر طبعا لا ينجب يكون من الأسباب ثانوية من الأسباب إضافية تنجب معنا تنجب تقول الأثر في اتخاذ القرار ربما هذا وغيره لكن الحقيقة مش هذا السببب المباشر السببب المباشر هو ما قلته للرأي العام وفعلا لم أخفي شي في السبب المباشر في غيره من الأسباب طبيعة لشيك تبدأ عندك سبب صحيح ومبرل المغادرة تقول هذا هو سبب الحقيقة وغيره شجعني أكثر لأتي خلق القرار لهم هو السهل خلافة اللي تصوروا برشانيس وقالوا عنده حسبة وعنده مشكلة الحقيقة في تونس بعد الثورة شاء الله بعد 2-4 سنوات تتحل وناس يتعاودوا ويفهم وإلى خيري فما فكرة منتشرة في المجتمع قبل 14 اللي يعمل حاجز يكون مستفيد منها لا يوجد شيء يتطوع حتى يروا في جماعية متعكورة يقولون مدام تخلي جماعية متعكورة عنده مصحة مادية في الموضوع وهذا هو هذا هو هذا هو قبل 14 بعد 14 حبيتهم يكتشفون لكن الحقيقة ما اكتشفوش بما في الكفاية فما ناس نجل تستدر ربي يفهم مكان وقبل 14 فما ناس تهدكت ماديا وغيرها وناس شدد شبع تحبوسات وناس ماتت ربما تحت التعذيب إلى أخير عمرهم الحقيقة لم يكنوا يحلمون لا بشكون ولا والي ولا معتمد ولا وزير موجودين هذا ما في تونس نفيهم يسأل التونس لا موجودين في المستمعات كلهم موجودين على في تونس بالذات ليس موجود لا ياسيدي موجودين بعد 14 فهم فما ناسر وهكا موجودين نقصه الحقيقة فما يتفضح وكانوا مناضلين ومبعد ظهروا مصالحا من شخصية آثر فهم فما هكا وهاكا التعميم رأو كيرثر وأكبر اختر في التعميم كونه يعمم يسيئ لنفسه تأخذ موقف يقول لك لقد لديه مصحة فيه هذا يعني قاعد تسيئ لنفسك لن تتصور لن يفهم ناس تعمل شيء من أجل آخر لا نحن اخرجنا ليس لسبب يتعلق بينا أو لعندي مصحة أنا يعلم الله نهار 30 يجوان وقت خرج من المكتب وخرج خبر في ذاعة التي قابلت بعض الموظفين ويعلم الله قدش كانت علاقتي طيبة مع بعض منهم وعننا مشاريع وملفات متراكمة نحب نأخذ معلها وبدأنا نعمل في بعض النجازات وما زلت قدام المشاريع أو أصعب موقف تتسجد تتفحيات لا أرى نغادر لكن في هذا المرحل أجابني سيد رئيس الحكومة قالي تحكي فيه فيما يتعلق بمراقبة المراقبة ليدارات والمشاريع العمومية الاخير روما كاشبوت اتفاق بيننا وأكثر من ذلك الطالب أنت بأجهزة أخرى أنا أقول لك الأجهزة الكافية الأجهزة خلاني ضم علي الأجهزة بين قوسين الأجهزة التي موجودة تحب الوظيفة الرمومية أقعد أنها الكل أشهر على تسمية فلان وزيد وعمر وفي معظم الأحيان إذا لم تجد معلومة على فلان لإقصائي لا تجد أنت صح عادي ما قبلتها وطلبت به الأخير في الجانب يتعلق بتطمين التونسيين في الجانب يتعلق برجاع مليارات الدوانة وفساد عند البعض دون تعميم البنوك الفساد عند البعض بترول وما أدراك ما شو بهوية البترول لليوم ما زال تتحلش الملف هذا وما زال تتعرض المشكل ويقولون إيجا وتقاوى عننا المليارات تسرقت وراجعوها للدولة يكذب صحيح غالط عنده موائدات ما عندوش بالنسبة لنا كيترا كيتتتواتر لشكايات من هذا القبيل من المواطفين سواء عن طريق الإنترنت ولا مباشرة نجو للمكتب وتكثر شكايات وتقابل بعض المسؤولين من القطاع هو أبيد وتفهم من فما خلل وفي الأخر ما عندك شيد معنى يدك معنى مغلول لن تجم تحل الملفات هذه ولاهي بالإيسونس ولاهي بحظول المواطفين على أهميتهم تقول في الأخر أني قاعد نعبث بالنلعب بالتونسين واللي وعدتوا بهم في السابق ما عملتوه واللي وعدتوا بهم وانا وزير ما عملتوش في الأخر فما مشى الأخلاقية زادا سمحني أنت تغلط وانا خلص زادا ما يجيش واثنين حتى المصلحة تتوانسة سيكون مشارك معاك إذا بقيت في الخلل هذي وانا نعتقد خلاف اللي يعتقد بعد مطرف الأخرى في الحكومة كونه تونس ما يتصلح وضحة إلا بالضرب على أيدي العابثين لبعد ربطة الجانفي أكثر حتى ملقب الله ربطة الجانفي سي محمد تعتبرش أنه اللي نعيشوه اليوم من أزمة سياسية راجع في نسبة كبيرة منه لهاليد المرتعشة في جانباي ما فيش حتى شكل ياليد المرتعشة ما تبنيش توبرك قلت لك نتفرج أنا وكفي تلفز أشوفه في مظاهر فقر لو أنا ما جاتش ليد المرتعشة احتمال كبير مظهر ذي على قلف البلاس هذي كبنداتر أنا مرينا ووج وأكيد راموكولوس تقلت سمحني فيه أماكن أخرى اثنين تقول لي عرقلت التصدير متاع الفوسفات ثم بعد يقولون خسرنا زوز مليارات دينار عليش خسرت أنا مش هرجان في نحكيه مع البزراء المعنيين بالأمر الكل حقيقة حتى صيد رئيس حكومة رأوا دون تطبيق القانون بسرامة ما همش بشي يقفوش كونوا مهم ولاد بلادنا صحيح كبت تعقورون من موقع أنا كمعارض ما نخدمش كي هكي نتسمى بمتواطع ومش نخلي السياق كيف ما هو هذك عليش تمام معادلة هو في واقع الأمر لا شو المعارض كي جي مثلا يدفع في تجاه اعتصام يعرف أن نهاية متاعه ضرار اقتصادية ضخمة لأني نجيبش يكون لغاية منه خدمة الأشخاص اللي تدرزهم الاعتصام والدليل كونوا سمعنا وشوفنا وشوفنا حتى بعد تقارير حتى داخل يعلمونه في وقت من الوقات كثير من المعلومات ما عنده حتى علاقة بعمل المتاع معارض يدفع في تجاه حل المشكلة الشيماعية بالعكس يدفع في تجاه اشعال فتير متاع أزمة في منطقة من المناطق مش هذة دورنا هني في المعارضة اليوم مش هذة دوري دوري كن نمشي المنطقة من المناطق كيفش النجم ندخله في جهة من الجهات مش نحلوا مشكلته مش في شعر النار شعر النار وفي الأخر المنطقة كلها تولي محل شبه وحتى راجل عمل ما يجاه ونعطل مثلا تصدير مثلا الفصوات ولا أي مجال مجالات ولا أي قطاع من القطاعات في تصورة ذية رغم مش دور المعارضية أنا أحكي لك تول حكومة خطر السؤال كان يتعلق باليد المرتعشة اليد المرتعشة يضرتنا في هذا هو تولي يوم معاش يسمحوا مثلا الأمن باللمورة تولي ويسكورتي وكأي كار تخرج تعمى يخشوا معها الأمن يا سيدي معاش هذه عرقلة الاقتصاد أنا دولة وبالقوة بش نمنع تمنع بالقوة يا سيدي إذا فهم حد اقتنع بالسياسة للوطنية تقتضيها كونه ضحيت يتي ضحيت ضحيت في عاد بن علي كمل معنا عام والعامين خليت البلاد تقفى لسقها باش بلادي رأي بلادنا ناس كل مع بعض خطاب هذه كان يزمو يتقار لكن هي هي على العكس من ذلك كانت تعتبر أن المقتضيت على الأقل في الفترة الانتقالية هذه ممارسة السياسة أو الحكمة السياسية تقتضي نوع من المهودة نوع من المسيسة بين بفري ما معناه معناها ما تصدش ما تطبقش القانون بطريقة أنه كانوا خوف ناش أنه كان قاعدة تمارس في سياسة بن علي وقالوها وقالوها معناه أنت كان نظام سمحني سمحني لازمش نغلته هذه اللي تقدر فيه حركة النهضة خيراء أخات يتقدر فيها القواعدة أو الشعب توسكا كل ابن علي رو في نذكر حواث الحواظ المنجمي 2008 من الأول شعرتي رفعت أموال الشعب في القصور ابنها الشعب في الخيام دي ما ذكر فيها هذك فاهمين والراجل فاسد وعيلته فاسد هذي هي المشكلة وتقول لي أنا في قفصة مثلا تقول لي بلها يصبر على البطالة عندك خبسين زيدة مع عوين باخر يقولها ابن علي تقولها ابن الحسنة رابلسة قولها العماد هذا شي يقوله الناس وقتا أنت اليوم كي ما عندك شخطامن هذا القبيل من أجل بشي يقوله هذك والأولاد بلادنا هنا مع بعضنا أنا كوزير نقص في شهريتي ومساعدة تخلي عليها أشترها كان عندي مكانيات ومساعدة تخلي عليها الكل نحن رأنا ناس جايين لخدمة التوانسة ومستعدين لبدل المجهود والغالي والنفيس من أجل التوانس كي نعملوا شيء هذي روما عشتق حتى حتى يزيد عليك وساعاتها حتى يتضرب بيد من الحديد ضد بعض الأشخاص حتى المدة زمنية معينة حتى ينتعاقب خليني نقولك بوضوح اللي كنت أقول فيه وقتا في السر حتى ينتعاقب المدة زمنية معينة ومو بش يخرجون بعد ومو بش يقول المنطقة متروح ما تطورت تأخذ من بعد يمكن المهم كي يرجع ولا حتى يغيب مدة معينة يقان يصلح له البلاد مش ندوره في الحلقة المفرغة تخلف كان نمسك تنقوله مسيد حقوق رسان رغم ليها ما فياش مسيد حقوق رسان خطر خارج القانون وكان ما مسيتكش شعلت البلاد وخسلنا مليارات وبقات المنطقة الكلة تعاني من الفقر عليه لابد من اتخاذ قراء تقولي المعارضة غالت يسيد هيتال معارضة ما صوتوا لهاش المرجع انتي توليوه في الحكم خلينا من تصويت ومش تصويت انتي اليوم صوتوا لك تواز برا تبق القانون أعطيت مثل لنحبش ركز على منتقاذيك وعزيز عليها برشرة وبالمناسب ولكن أعطيك مثل هي ولا غيرها من المناطقة على البلاد اللي صارت فيها هذه العراقية من يشو لوم فقط على المعارضة وبالدرجة لون من يشو لوم على الحكومة اللي كانت متردة نج بدنا بكريك على ملفات فساد لو فوت احد الملفة دير ورجعنا مليارات وروا فما برشة ناس اليوم تحل في فما وتتكلم رأي خمت مليون مرة قبل ما تتكلم سلار ومخبه والله ما نعرف أنا فرق بيني وغيري ما نحبش نحك في حاجة لا يوجد دليل على هذا هو الفرق أنا نجي من قولك فما خوف هذين يقولون لنا ساعات ونجي من قولك زادة فما حسابات ونجي من قولك فما شكون عنده مصحة مع بعض فازيل ونجي من قولك زادة أن نتلقوا في مراحلة من مراحل بربعة مئة رجال العمل ما نجي ضد رجال العمل خطر بلغوهم مرة فكرة نحن ضدهم نحن ضدهم نحن معها المحاسبة وفيما يخص رجال العمال مشكمة لعذبه ونتهكوا حقوقه معها كونه الحلم قيس سعيد يدورنا أحسن حلول وقلنا يقبل رأو الحقيقة لكن تعرف برأي سي قيس وبرك الله فيه اللي قدمه ونحن بينا نقوله قيل الحلم سي قيس سعيد كان يجب يتعامل هذين التطميم هل أربعة مئة واش هدومك يقول ليوم ستاش موسي تفهم سؤالي تسهل هل أنك حليت المشكلة من باب مصحة وطنية ولا سفت من الموضوع عدية قاعد جيب الروحة في شبوهات رأي الحكم أنا قلت شبوهات ولم أقل أنا لدي دليل كيف عندي دليل روضح كيف عندي دليل روشكية القضاء برسة وينس يقول لك يخبيه ما عنا من خبيه وعنا تحليل طبعا يجبوا يتكلموا ويقولوا ليه والله هالي مصلحة الاقتصاد أي مصلحة الاقتصاد كيف حليت المشكلة كنت تحكم في القضاء أو عندك فساداخ اللي هو أعطاه ازداء تعريمات تصديق الكلام تتصور لو كان المعارضة عندها الدليل على قاعدة تحدث عليه أنت معارضة ليش تحكي فيه الموضوع لا لا تجب أن تحكي فيه المعارضة على سي محمد ما تجب أن تحكي فيه المعارضة كيف كيف لا نحبش نتهمها بدون دليل كيف لا نحبش نتهم النهضة بدون دليل حتى المعارضة عندها علاقات مع بعض رجال عمالها ما تجب أن تقول لك من حمل معارضة كبيرة كيف حزاب اليوم عايشة ببعض رجال عمالها عندهم كثير من القضايا مثلا أخي سأقول لك شيء سأرى تجربة حزاب معينة يأتي هنا مثلا بعض يعملون مثلا سأقول لك طوما غير ما نسمي لك اسمها خطر أنا ليس من الحق نسميه اسمها مثلا عندنا زوز رجال عمال عاوننا واحد عاون بسرب 700 دينار بالفعل أنا أخيي لك هناك مسألة جدي واحد عاون في حدود يمكن خمسة وستة لف دينار وفهم يكون أعطاه مقر واحد أعطاه مقر ما رك الله فهم هذه حاجة كبيرة بالنسبة لنا كالطيار لكن نهاردي يأتينا واحد يقول نعطيكم مياه هو بالمناسبة السقف ستين لف دينار نحنا بينا نساله زي ما عليش يعتفينا في مياه وهو بينا نساله فما سوال يساله تتصور واحد يأتي لكن ثم أطراف طبقها فما سوال يستحكي على مبالغ أكثر من هك نحنا من نوادر أو برشا ناس يتصورون الزي در أو من زيد ولا حد أما من نوادر مثلا خسرنا مرة تبرع بثلاثة ألف دينار خلال اللي يجيب وجيب وفيديه لكي تقول له لا يفعل خبسمة دينار شيك بشي ما روحش بشي ما رجعش خسرنا ثلاثة ألف دينار غيرنا واحد يوريني مرة مساج يطالبه في شركة أجنبية بشي تعطيهم مئتين ألف دولار حزب الله حزب يعني ما سميتوش يعني ما رجعش كوميساج دليل كافي بالنسبة لي بشي قوله الله الحزب الفورياني وطالب مؤسسة تبيه موش قلينا يعني لكل حال أنا نحسب شوية نحب نظلم حتى حدا على اليمين أو اليسار ودي معاه على غالب تكوين المحامزة يأثر وبيهك يأثر خطر الظلم والقاء التهم بدون دليل حقيقة لا وتشعيل النهار زيادة في الفيرغ لا أما يأتي نهار ويجب أن تحلل الملف هذين تعتموين خلينا نفهم مش قاعد يسي تقولي والمعارضة شبهها مستغلتها لأن هي بيدها في الملف هذين جزء منها على كل حال صحيح تعرف ما معارضين لحقيقة الأصل كونه وفق التصور إلى أخير ما يكونش عنده فلوس المرحلة ذي نحنا زيادة الحقيقة رانا نحتفظ بعض العلاقات التي واحد يخش من الحكومة ويحتفظ زيادة بعض العلاقات حتى داخل الحزب نسا ما ورنا بعد الأخبار الساعات وتحيرنا أخلاقيات سياسية أخلاقيات سياسية لكن محمد هنا ونكرروا وتحيرنا بعد ما بلغ المليل ونزيد عن بعض المعارضين سي محمد هنا السؤال فرض روحه هنا في السياق هذا شنوها اللي ما تعملش بالنسبة للمعارضة وما زالت ما عملتوش اليوم الناسي هذا فاصل ثم تجاوبنا على السؤال سي محمد شنو اللي ما عملتوش معارضة ما زالت ما شتعملو سأل وضح نحن ساعة جزء من المعارضة طيار الديمقراطية روحهزب معارضة أما فهمت مسؤالك اللي المقصود به المعارضة متع باردو استلاحها المعنى فما شكون سميها تاسمي أخرى بين ظفرين المعارضة لابد من إسخاط الحكومة خاطر تقريب هذا الشعار الأساسي طبعا السنف من المعارضة اللي ما زالت ما عملتوش هو كونه تولي تنتبه للأخطاء الحقيقية للحكومة وتفضح الحكومة وتقدم البدائل وفي الأخر تطرح نفسها هي كبديل عن الحكومة هذه في الانتخابات الجاية هذا اللي ما زالت ما عملتوش نهارتي تعملو تونس تولي بي خير طلعا تنغفة تلعى حزب العمال تلعى الوطدة تلعى الجمهوري تلعى الطائر الديمقراطي مش خذية علش في تصورك معملتوش والله يغزو لي معناها التوقف تقول لي مثلا علش العامل التونسي لأدام تاعه 15 مرة أقل من العامل التوركي موضوع معقد ياسر هذه نفس الشيء بالنسبة للمعارضة التونسية والمعارضة في الولايات المتحدة الامريكية يحكموا اليوم الديمقراطيين شوف مسوى الجمهوريين في الأزمات الكبيرة رأوا التضامن المطلقة بالمناسبة ساعات ما يسوتوش مع بعضهم ساعات جمهوريين ولا الديمقراطيين يسوتوش مع بعض المطلقة يسوتوش مع الآخر بناء على قناعاتي أما في الأزمات الكبيرة رأوا عندهم حاجة اسمها مصلحة الوطن تقاليد خلقوها أكثر من الأوروبيين هذا معنى شتو لا معنى ش لا معنى ش والدليل اللي يختلونا واحد بالأولادنا في شكري بالعيد للشهيد والشهيد محمد لابراهمي ندوره لأبعادنا ونحبو طائح الحكومة تعرف نهرت الاغتيال الشهيد شكري بالعيد ما فهم حتى طلب باسمه تحقيق فيها اغتيال شكري بالعيد ما فهمه طلب باسمه اسقاط الحكومة معناها نحن ولينا نسنعوا لابعادنا في أي كارثة كارثة هي ومصيبة بكل معايير وبكل مقيس ولكن ساعتها لما مبشي ناش للحل الجدري اللي هو إجاون ندفع في اتجاه إصلاحات في وزارة الداخلية وفي وزارة الدفاع خليه يتحسن أداء الأمني وخليناعرف هالجونات هذوما صحيح صار تطور من بعد والمعارضين يحكيوا أكثر تفاصيل هاو الصرف وزارة هاو وثيقة وكذا هذا إيجابي وبالمناسب بقى تنظر بعض السلبية اللي فيه لكن نذكر كلاه في البداية كانت المنطق انتهاز واختيناس الفرصة اللي يزمو يتنح نموش المريكي يمكن موش أحسن نموش لكن على كل حد عنده خصوصية متابعة فيه سلبية لكن في الجانب هذية في المعارك يضامن بخطر هم يتعودون على الحروب في الحروب رفما صوت غير صوت المعركة تخنى الحرب تخنى الحرب الحقيقة عندهم المنطقة ذلك نحن ليس منطق حروب وعلاقة نطيبة مع جيرانا ودولة دعيفا من ناحية عسكرية كان في مقاومة الارهاب وفي الحفاظ الأمن بتاعنا ديش حاشتنا وهكا يزمنا نبقاه ولكن فيما حاجة اسم معارك ضد مخاطر إرهابية تعرف يوميا قاعدين ناس تشد في القروناد وتشد في المونيتر وتشد في مواد معينة يسون القناب لا تعرفش عليها وقت سيدنا ضربها لقدر الله تضربنا السياحة وتضربنا أولادنا سعلمش موتو في العملية هذيك وما زلت ربما لقدر الله تسير هالمحاولات هذه من ناس مجرمين منحرفين حسب قراءتي كمسلم لا أمل لهم في دخول الجنة خطر ما نيش أنا وصي ولا هم وصية ولكن المنطقة السليمة يقول لن يروا ريحة أطلاقا لا يوجد حتى شك ولكن على كل حال هم موجودين نعرفهم كيف يخمهم في معارك من هذية يمن يمشي معاك عركة بشي نطيحك يمن يتضمن معاك وندى والأسلح مثلا هذية من الحاجات لازمت عمل الحكومة نحن نعمرفها تعرف بعد اغتيال الشهيد شكري بالعيد طيارة ديمقراطي عمل المؤتمر معين ندينا فيها عسكري عميد متقاعد محافظة أعلى متقاعد وقانوني وعملنا ندوة حولها مكافحة رهاب تدابير التشريعية وغيرها غيرنا وقتها في الماركة في باردو يطال بإسقاط حكومة سنسقطها إن شاء الله بالنظر لاختارك وتحكي لك عليها وفي الانتخابات ولو صوتوا لها نحن تونس وقلنا بصوتوا اللي تحبهم بعد المهم تكون الانتخاباتنا زيان سوف نعترفه دائما بنتيجة الانتخابات بالنسبة للتصريح السيد محمد عبو قال من يقول إنه بإمكان المجلس تأسيسي إنهاء أعماله في أربع سابيع يمزح بش نربط بالوضع عندي مشكلة بش نربط بالوضع سمحني التصريح غير صحيح وهذا ما ورد التصريح تصريح في الجريد مش لازم سماع لكل حال لكن خلينا نقول لك حاجة رانه دي منشين ينعانيوا فيها كتحط الجملة في اشترها فقط والخطاء ينسب الأخت صحفي لحضرت تضع الجملة في اشترها فقط ولي فهم مشكلة لأنني قلت كونه نجم ونعملوا دسل في أربع سابيع وقت تكون فما رغبة جدية في التوافق أما توى في إطار المبادرة هذي الكل إجينا نعمد دسل في أربع سابيع ونجب أن نضعها في قانون مناظر المسلوط العمية نسح معك في القانون مناظر المسلوط العمية ننطلقوا هو ما ماذا نتروحة المسألة تنقيح القانون مناظر المسلوط العمية أما كانت مطروحة ونقح القانون منظر المسلوط العمية ونكتبه أربع أسابيع ونضع البلاد في مازق الخروج مشارعي المجلس هذا اللي حذرت منه وانا بالأساس لكن نحبه توه توه في تحت ذيكي تتوفر حسنية أي أما رامي ايش بتوفر فهم حد يضخ في حده لا في ذوق على الأقل هالانفراج اللي بدأ يظهر بشكل أو بآخر انت سميته انفراج أنا نقول هاو شو نقول نقول مهم الانفراج خطر نحن وفاقيين أكثر من غيرنا ولكن إن شاء الله حتى كان صار مشاوف الخط هذي إن شاء الله ما توليش تقاليد في تونس كل حكومة تطلع يهبطولها ناس للشارع والهدفهم الوحيد يسقاط عبر الشوارع لعدل خدمة لعدل قدمة لعدل السلاح لعدل تقديم مقترحات كحكومة عاشفة محد شيء نقف كل شيء نحثوا أزمات وانطيح الحكومة ذي وتطلع الأخرى جمهورها كيف كيف كما خرجونا تخرجهم إذ هؤلاء بداية سيئة جدا للديمقراطية ذي كان أشعار دنيها الأكثر أو الأقل أما العبارة اللي ورد في الجريد رأوا هذا المقصود بها المقصود بها الخوف من سوء النية أما فعلا وقت فما لجل التوافقات كملة العمل المتاحة وقت يتكمله وكل التفاصيل واضحة في أربع سبيل نجم العمدو السورة هنا في علاقة أيضا دومة بالمجلس التأسيسي ثم مقترح بناء على نوع من التشكيك في الهيئة اللي ما زالت ما تشكلتش هنا مشكلة الهيئة مش يطفو على السطح شأنها ما أبينا في الأيام القليلة القادمة إذا كانوا قاعدوا الاتفاق سي محمد شنو موقفك من الهيئة مستقلة للانتخابات يا إما في شكلها الأقديم اللي يحب يرجع وإلا في شكلها جديد المزمة إحداثوا في فترة لاحقة الهيئة السابقة في الوحداش على رأسها سي كامال جندوبي اللي احترموه ومناظر وهو على درجة كبيرة من نساها هذا ما يشك فيه حتى حتى رغم للهيئة القديمة مش معناها رأي ما كانت منزعة لكل أخطاء كي قولوا الهيئة رأي ومسي كامال الهيئة هي مجموعة العمال المتاح الأشخاص اللي يفاه والعمال اللي يفاه اللي يفاهل فمش كونوا غلطة وبالمناسبة خم أغلات في بعض جهات حصلت بعضها أخطاء وجل من الهيئة وتسير أخطاء بعد نظار نسل دادي معما تقديمها بسفر أخطاء ومع ذلك كان رأينا نحن كونوا يقع تمديد أو بالأحرى وفقا للقالون الجديد خطي يجب قانون جديد يقع الاتفاق سياسي وقتا كي كنا في الترويكا على أساس يكون سيكمال الجندوبي هو الحقيقة بعد كي تعمل القانون لا يقول لرئيس يقع انتخابه مباشرة وعديد من الأسباب وخرج تقرير معين إلى خير يجب أن ينسحب من أي رغبة ويعبر الرغبة وفي عدم ترجع هذا اللي صار المهم تعمل في وقت موقات قانون يقول هاي الهيئة كيف سيقع انتخابه هلنش نشوف الهيئة الموقتة في الظروف هذيك شون المقصود تعمل القانون ما عش نجم ونرجعه هذي يد المرتاشة متاع الحكومة حاول معارضة بيدا زي تحب تراعش شوية اليد متاع الحكومة ومتاع الأجزة متاع الدولة تعمل قانون وترجع فيه تقول لا والله يمنعرف نعمل قوانين أو نرجع الوضعية للسابق وعليه شو الحكمة يجي واحد يفسر لنا شو الحكمة طبعا فما شكون معناه عن سوئنية كيدة أو عن جهل ومبرش عن سوئنية خاصة اللي في المجلس قالوا الهيئة اللي وقتها فيها ناقص شخص برك وشخص استقال قالوا وقع نشاهوا على الساس المحاسة الحزبية لا مفهمش منها كذبوا يحذر مصباح الليل ويعرف لي محاسة حزبية كان حبا ندخل اكثر تفاصيل زادة واحد بشو يحافظ معناها على الوضوح فما زوز وضعية زوز أشخاص على تسعة ثارت فان يقاش بين زوز أطراف سيسي واحد في السلطة واحد في المعارضة أنا ما اسمتهم هذا أصر على فلان وهذا أصر على فلان واتفقوا عداو هذا وهذا على ثنين على تسعة أو ثنين على ثمانية خطر التاسعة ما زالوا موقعش انتخابه هذا صحيح أما فلاخر رأوا موقعش اختيار الناس على اساس انتماء الحزب بل نذكره وللشهادة للتاريخ أنا بدي يسألوني كما يسألون الناس خرين معناه يسألوك على حد في القطاع المحمد مثلا ولا لحد تعرفه ولا حاجة كما يزوا التلفون ويسألون الناس خرين كانوا يعملوا بجدية وقت يسمعوا مننا كلمة فلان رأوا حد معلوماتي لي رأوا قريب من نهضة فلان رأوا معلوماتي منه رأوا قريب شوية الوطد مثلا رأوا ميقبلهمش أنا على الأقل أشهدوا بذلك أنا نش عوضوا أنا ولكن يسألون كما يسألون الناس خرين في قطاعات وفي مجالات تعرفهم الناس وضربة لزملائهم اللي يمثلوا الأحزاب الكل ولي هم عضاء في لجنة الفلس وغلطة وطوانسة قال لهم رحاكت النهضة حاركت النهضة يجهل الأمر معناها ولكن يدخل المجلس يكذب على تونسيين ليس صحيح كونه تعاملت الأسباب سيئسية أشيئك هذية يجب أن تتضحر الرأي العام تتضحر الرأي العام هل أقولها برش مرات ولكن الصوت الأخر قاد يتسمع أكثر الصوت الأخر قاد يتسمع أكثر ويذول يزيد فما زاد عقلية نحن نحبه شوية الأخبار السيئة هاي شاهلة يذولي عند جزء من تونس فما الفكرة نحن نقول لهم المصلحة تونس حاول تكون عادل مع نفسكم على آخرين وحاول تعرف الحقيقة كما هي خطر لي سوء الحد فما مشكلة موضوعية الفترة هذه كل واحد يحكي الشاحب أما نعود أن نقول لكم على مسؤوليتي رغم ليش عوضو ولكن عندي ما كفر المعلومات عيت والعضاء لجل فرز كل بحزاب ومسياسية كل خلم يشهدوا قدام الكاميران وما تجب تقوم بشيء هذي هل أنكم وقت اخترتوا اخترتوا لأعتبارات حزبية ولا تتسمع الكلام وقلتوا لك أنا نعتقدها كخطر فما حد نجي بغير الحقيقة بحضور زمري وتم كل شيء إذن سي محمد نأتي إلى الركن الأخير وهو سؤال لضيف نقوله بعد ما خرجت من المؤتمر ومشيت شكلت التيار الديمقراطي ظللت تقريبا في نفس المواقف ولم تنحز إلى معارضة الهدم ومعارضة الصراع المجاني فهل يمكن أن نراك في يوم من الأيام جنبا إلى جنب مع أصدقائك القدامى في جبهة سياسية واسعة والله يتوى حاليا بالنسبة للطير الديمقراطي ويعرف سحبيب الطير الديمقراطي كيف يش يتسير يتسير بشكل ديمقراطي المجلس الوطني هو اللي ياخد قرارات في مسئلة التحالفات حاليا لم يتعهد بأي اقتراح من هذا القبيل فما تخوف لا يوجد حتى شك من الأحزاب اليوم موجودة في سلطة كيف يكون طرف في السلطة طرف في المعارضة واليوم في جبهة العقيقة صعيب وقت الانتخابات لا يجبش نجاوبك لا يجبش نكونوا موجودين إن شاء الله نكونوا موجودين مع الأحزاب اللي متقاربين معهم في التصورات وفي الممارسات متاحهم وطبعا في السياسة يبقى كل شيء ممكن أما مش كل شيء لا يجبش كونوا مثلا معه اللي يحب يراجع نظام للسلطة هذا هو اللي ناجب يكونوا موجودة في فساد هذا هو اللي ما ناجبش يكونوا معه قلوسي محمد أنت معناها رجل واضح ومباشر في تفكيرك وهذا اللي خلت وانسي يحب برشل خطاباً تياعك لكن عندي سؤال بالحق ما تقتلوش إجابة إلى الآن لماذا غادرت حزب المؤتمر أكيد أقول أنه لا أجد لك مكاناً بالتيار الديمقراطي كان يبدو أن تجيب تقديلي ما يزال موجود في أغلبيتهم طبعاً إلا من رحمة ربي يعني لتطلعات تتوانسى اليوم وذلك لأش حب حزب عصري وسير بشكل ديمقراطي ويلتزم بكل ما يصرح به على نيلتزم به في الممارسة سواء كان في السلطة ولا في المعارضة مع تمنياتنا بتوفيق لحزب أخرى ومبين المؤتمر من الجمهورية سيمو حمد عبو وش عملت جيتنابل بعد انتخابات بالنسبة لولياتنا لأننا نذكر قرار في تونس وتطبيق القوانين ومع ضمن الحرية إلى آخره هي اللي تنجم تطمى نتوانسى وهي اللي تخلي أكثر استثمرات هذه عامة وتخص كل الولايات وصدقني حتى في نابل عندما ترح الأمر يتعلق بنابل فقط كلهم تونس الكل الشعمال طبعاً أنا ما قعدت شبرشها في المجلس السيسي وعوضتني زميلتي سوهير الدردوري اللي هي قايمة بوجبه في ولياتنابل في حضورها في المجلس الجهوية ما فيش حتى شك وفي الفترة اللي مريد فائل وزارة طبعاً وزارة ومش ملحق ويخدم جهة مجهات ولكن حتى بالنسبة الولايات نابل أنا عملت على بعض ملفات يذكروا حتى كي يبلغوني بشكية تتعلق بحكية الأكشاء كذي لضارة المدينة إلى الأخيرة إذن تساعتها ببحث ولكن سقلت قبل ما نعرف شوين وصد نتيجة البحث وكان من المفروض كانوا ينتهي الأمر المصاب السياسيين الكل كيفو أبو موش يهجبني كي يبدأ يحكي يعرف كيفيش يحكي لكن نتمنى أنه يحب تصير ترى ويشوف الحالات الاجتماعية ويقرب لهم أكثر مش يشوفهم أكهاو لكن الكليم اللي قاعدين يقولوا فيه ماذا بي يتبقوه لكن النهب تشوفوا الحالات الاجتماعية طبعاً أنا ماناشي بعاد على توانسة وين يشوفوا فينا نحنا حتى نتقيهم على أسف المقايف في الشارع في السوق رواء عادي ما فيش حتى أشكال ومنين جايين نحنا معنا جايين من داخل المجتمع وعشي في وسط ونتابق في أشكاليات واللي تترح اليوم نتابق فيها حتى قبلها 14 ونعرفوا الأشكاليات هذه وبتالي خطابنا إن شاء الله ما ندعيها لكل حال اللي هو موش بعيدة على الواقع بالعكس في قلب الواقع إن شاء الله نتمكنوا من اللي كنا نقولوا فيه نخليه يتحقق سواء نحنا كنا في سلطة ولا ضغطنا على سلطة ليتحقق كنت معا معناتها الشعب وكنت مع المواطنين لكن توت راجعت جملة علاش يا محمد عبو أقعد كيمة انت خير لك ما معناه كنت مع الشعب كنت مع المواطنين طبعا نحنا في خدمة شعب مش معناها رو نجيوا للشعب نقولوا كل ما يطلب به الشعب نقولوا نعم نحنا زيد عنا دورة راو كانوا خب كونوا نحاولوا نقرأ الناس بوجه معينة حتى كانت كون مؤلمة شو بكريك نحكي لك في موضوع حساس جدا مثلا يتعلق بالصندوق التعويض ربما ينضيش بعض الناس ولكن فهم حالات معينة تقول للناس رانا في وضعهم بتاع خطأ يجبنا نطوره من ديلة وانسة تقول لهم رانا مش أحسن أمة في العالم ولا أحسن المجتمع لا نحنا رانا ناس كاركارة يجبنا نتعلمه نخدمه هل هذا يدل أنت معنا وليد ضد الشعب أنا جزء من الشعب ما يكونش الهدف متاعه الشعب أما يخدم الشعب ومش بالشعب ماذا بينا نعرفه أحنا وين ماشيين وين ماشيين هم دين ما هناش عارفين الناس كل تعرف تولي يخرج يركب في كرابت وماشي لتونس يعرف روحوا طالعا لتونس ماشي ياخذ له توروت أحنا لقينا له توروت لقينا طريق عربي لقينا كياس ما قينا شيء هي هي القصائص العربي يكثروا عند اللعبة السياسية لم يتنقل يشد له توروت ويلتزموا واحد بالسرعة القانونية يحط حزمنا مان وإن شاء الله نخلطوا انتخابات ديمقراطية في ستة شهور وليسوتوا له تونس وقلوا له ملتوا مدام انتخاباتنا زيها نحن التبع سنعترفه بذلك وسنحييه وسندعمه حتى يحسن وضع متاع تونس ويحافظ الحريات وهدف الثورة إنسان ذكي جدا نحترمه ما تتصورش قداء والله بالحق ذكي ذكي جدا ممكن ممكن احتمال حسب الرؤية متاعي ملقاش التروب لي ندخل باش يخدم البلاد على قعد أما أنا كشخص نحترمه ياسر والله سوال نقوله أعمل حزب وحنا معك ربي خليه على الدعم على كل حال لهوة أس الطيار الديمقراطي ما أسوسش وحدي أسسته أنا ومجموعة من لخيان فهم كما قلت اللي كانوا في أحزاب أخرين فهم لمعنضمش نشرت ناخد متوانسة هذا هو الهم شيء يعطيك صحة وبرباريك محمد أبو موقف كل موقف طيارة برشا بارك الله فيه إن شاء الله نرتكبوش أخطاء ولو نحاوله بقدر مستطعم نرتكبوش أخطاء وإن شاء الله نتمكنوا من خدمة البلادنا في أي موضع نكونوا فيه شنية الحاجة اللي نجم يضيفها لتونس في منصبه هو منصبه حاليا هو المين عام لطيارة ديمقراطي حزب معارض قاعد يعمل مشهد خط معين مووش واضح برشا الخط هذا وموش قاعد نشوفه برشا في تونس لاو في السلطة ولاو في المعارضة متع باردو وبالتالي خط البحث على الأخطاء الحقيقية تقديم النصح والبديل وتقديم النفس كبديل عن الطرف الذي ارتكب أخطاء إن شاء الله نشحه في طريقة دي مش نستوضح يا سي محمد لاو في السلطة لاو في المعارضة لاو في السلطة لاو في المعارضة متع باردو قلت نحب نستوضح اه ماوش في المعارضة متع باردو ليس معارضة مايش كل المعارضة المعارضة وسمحني للتاسم لغالب هذه الأسهل اللي لقينها المقصود بها المعارضة اللي تحب تقلب المصاري الديمقراطي وليتطور سعاد خطابة وليتقول لها نحب تغيير حكومة فقط ويذا عادي وبعد تطورت شوائقات نحب انتخابات نزيه هذه المعارضة نقصدنا نحن من أجمنا نحن نحاول نكونه أكثر وضوح نمشيوا للأخطاء الحقيقية ومثلا اليوم أولوية مطلقة بالنسبة لنا نحن خروج مرحلة انتقالية والوصول إلى انتخابات ومش انتخابات فقط انتخابات نزيهة هل سمعتم مكلام المعارضة متع باردو اليوم يحكي عن انتخابات نزيهة مع أدا تغيير التسميات التسميات في الولايات في المعطنين نحن بيدنا معه التغيير كل من اللي هو علاقة بالنظر يقب عدو لتطمين الناس موسيطة العلام العمومي أي في غير ذلك الحقيقة ما سمعناش مطالب جدية عند علاقة مباشرة بنزيهة الانتخابات نحن نقدمه في طلبات من هذا القبيل قولوا يا أخي زيد شد في مواقفك في مواقفك الإصلاحية خطر هو كان في الإصلاح اللي داري ممكن هو حب عنده دي زي دي وبدأه واحده وقصاهه ولا واحد كل شي يا أخي كانوا على حق كم الواصل وإحنا معك نحن اليوم في مشروع الطيار الديمقراطي في موجودة وتطرح بشكل جدي مسألة الأسلاح وقودك حتى في عداد المشاريع عمتانا في عداد الأشخاص زيدة اللي ممكن غدو يكونوا في الأماكن المناسبة اللي تسمح معناها بتنفيذ هذه المشاريع وإن شاء الله معناها الفكرة كونه تونس في حاجة لإصلاحات جدية يقتنع بها أكثر من ممكن تونسيين أنت كرجل سياسي شنو معك الحاجات اللي تراهم خايبين في البلاد وتحاول وش تصلح حاجات طبعا نحن خارجين من القروم لسبيت تتصور بش السؤال هو وش الحاجات الخايبة في البلاد بش حاجات غايبة في البلاد لذلك زادة فهم حاجات بها في البلاد ميميلوشي ياسر العوم في التونس مقارنة بشعوب أخرى نسبة اللومية ضعيفة في تونس نتصور فيما فكرة في تونس هي قاو حلول في الأخر ميمشيوش إن شاء الله الحلول معناها السيئة كما المجتمع المصري اللي يوم الحقيقة سألي نفسه كثيرا هذه إيجابيات السلبية اللي نجم ونقاوموها هي الكسل هي التعويل على الآخر وإن انتهازية الحقيقة لازمة تنقص الدرجة كبيرة في تونس إذا بالحق نحب ونهار دولة تكون متقدمة ومجتمع متقدمة ويكون اقتصادنا في وضع أحسن بشي نقاومو مظاهر الفقرة بشي نقاومو كل مظاهر متع تخلف إذن يعطيك الصحة سي محمد على إجابات هذه شنا تركو لك كلمة الختام في هالحلقة كلمة الختام إن شاء الله نفهمه كونه في وضع صعيب معناها تونس اليوم بالنظر لأنه خبتها وبالنظر زد المجتمع التي يصوت والذي قاعد يتفرج والذي أحبابنا مكرهنا هو من المفروض صاحب السيادة فما خلل ما يزمنا نقوله هو مفهوم معناها الأخير معناها بعد ما يخش من علي 23 سنة وقبل بورقيبة والاستعمار والبايت إلى الأخير لن يكون في حسن وضع لا أمام صعيب لن يكون المرحلة هذا في حسن وضع أما نقول تونس عندنا حاجات إيجابية خلينا نحلموا كونه نهار نكونوا أحسن الشعوب العربية ولما لا نعملوا دولة من أكبر دول متقدمة في العالم الكل حلم وحلم ينجب يكون حلم قوي ولكن يجب أن نخدم عليه اليوم فما يكون قاعد يبث فيكم في التشائم من الصباح للليل أنا نبث فيكم في حلم معين أنا وغيري في طير ديمقراطي وغيرنا قاعدين نبثوا في حلم معين اسمه الحلم التونسي خلي تخلق من لا شيء كلمة قلت هنا في قناة القلم وتتقال في قناوات أخرى لكن خليها تتقال وتتعاود إلى أخير حتى فعلا يجي نهار يولي عنها تنسي خموهاك خمش يكون بطل في الرياضة خمش يكون موظف ناجح خمش يكون وزير خمش يكون رئيس خمش يكون رجل عمال ناجح خمش يعمل فلوس بالأحلال خمش يكون بش يتفوق ومرة أخرى إن شاء الله ربي ينعم علينا بحكومة هادي ولا غيرها تتطور ولا وسعب شوية في المدى الأخيرانية لكن الحكومة تجاهل كلها تمشي في منطقة تطبيق القوانين خاطر ما غيره هو رانا ماشيين في هاوية واللي كنا نجم نعملوه في 20 أو 30 سنة ممكن نعملوه في 200 سنة ينمشو بالمنطقة دي إذن نشكره شكرا عزائي المشاهدين هكذا نأتي إلى ختمة هذه الحلقة التي صدفنا فيها السيد محمد عبد أمين عام التيار الديمقراطي إلى اللقاء بإذن الله في حلقة قادمة مع ضيف جديد اشتركوا في القناة